السلام عليكم وأهلا بكم أكد سعدة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بأن تكليف حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ودعمه غير المحدود لقطاع السياحة هو الحافز الأساسي لتطوير هذا القطاع جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال احتفالية يوم السياحة العربي التي أقيمت أمس في المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي بالمنامة استجابة لصرخة تراثنا الإنساني العربي وحفاظا عليه شعار رفع في المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي من المنامة في احتفال حضرته شخصيات رفيعة المستوى إلى جانب شخصيات ثقافية وفنية الحفل أتى تزامنا مع اليوم العالمي للسياحة فكانت لسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة كلمة أكد من خلالها على أهمية القطاع السياحي كونه جزءا من الكيان الإنساني أعلن مؤخرا استراتيجية السياحة للمدى القريب إلى السنوات القادمة القريبة وترتكز على أربع محاور المحور الأولي هو الإرشاد والتسويق والتوعية والمحور الثاني هو الجذب السياحي ونقدمه من فعاليات أو من مناطق ممكن للساحة أن يزورها ويتمتع فيها والمحور الثالث هو سهولة الوصول إلى مملكة البحرين سواء عبر الجسر أو عبر المطار أو حتى عبر الموانئ البحرية والمحور الرابع طبعا هو منشآت الإقامة من فنادق وشقاق عائلية وشقاق مفروشة معالي الشيخ مي بنت محمد الخليفة رئيسة مجلس إدارة المركز أكدت على أهمية تفعيل التوعية بالتراث الحضاري والإنساني للوضن العربي ودورها في جذب السياحة الثقافية شكرة في الوقت نفسه الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الدكتور طالب الرفاعي الذي استجاب لهذه الصرخة واستنكر في كلمته الاعتداءات المتواصلة على المواقع السياحية في مناطق النزاعات ودع الجميع للتكاتف من أجل الحفاظ عليها السياحة لم تعد قطاعا هامشيا أو جزئيا هي ظاهرة فريدة في عالمنا اليوم توظف عشرات الملايين من البشر وتنمي المجتمعات المحلية وترفض الاقتصاد الوطني ولكنها أيضا تدعم قواعد الأمن والتفاهم والمحبة والألفة بين الناس علينا الآن النظر في مواقعنا الأثرية في تراثنا في ثقافتنا كحجر بناء أساسي في تنمية مجتمعاتنا احتفالية أظهرت ثبات موقف البحرين في تلبية نداءات إغاثة المواقع التراثية والحضارية التي تتعرض لخطر الزوال في أقطار الوطن العربي بسام لبدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين